ناس كتير عندهم رعب من العين والحسد يوعى تكون واحد منهم تخيل الناس اللي قاعدة عندها نعيم أو عندها رزق راعب نفسه وحارم نفسه من التمتع بهذا النعيم وهذا الرزق عشان مرعوب أن حد تاني يبصله فالرزق يروح أو النعمة تروح معقولة ممكن تكون عايش طول حياتك أسير هذا الألم وهذا الخوف أنتوا عارفين أن الشخص اللي عايش كده بيكون في اللاوعي عنده هو شايف أنه هو أقل من هؤلاء وبالتالي طاقتهم أو عينيهم ممكن تدمرني وقاعد متعلق جدا بالنعم اللي عنده والتعلق ده بيفقده متعة التنعم بيها والمشاعر الممتعة أو السعادة بيها عايز أقولكم معلومة عشان أنا أعرف أن بعض الناس واخدين معلوماتهم عن العين وعن الحسد من بعض العبارات الدينية ولكن من وجهة نظري هي مفهومة بصورة مش صحيحة زي مثلا العين حق صح أنا بقول العين حق زي ما السكينة حق زي ما الكهرباء حق لكن هل أنت بتترعب من الكهرباء اللي هي حق قاعد بقى مرعوب منها وكل ما تقرب من فشت الكهرباء ابعد ابعد وقاعد مرعوب كده بتتعامل معها عادي وطبيعي رغم أن الكهرباء حق وممكن تموت وتموت أكتر من العين كمان الحسد مثلا بعض الناس يقول الحسد والحسد ذكر في القرآن طب ما السكينة ذكرت في القرآن صح؟ الزلازل البراكين ذكرت في القرآن وأن أرض تهتز وتزلزل ذكر في القرآن لكن هل أنت مرعوب بالصورة دي؟ أنتوا عارفين مثلا لو قلنا الصورة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق بصوا كده الحسد جاي في ذيل القائمة أقل شيء قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق كل الشرور الكبيرة الفيروسات البكتيريا الزلازل البراكين الانهيارات الطيارات اللي ممكن تقع حوادث السيارات الضخمة من شر ما خلق ده الأكبر بكتير ثم نزلت ومن شر غاسق إذا وقب والحمد لله أن ما حد شرح لكم معناها وإلا كنت عشت في رعب أكتر من الحسد لأن غاسق إذا وقب تأثيره أعلى من الحسد بس عشان ما حدش يعرف عايشين عادي ومن شر نفاثات في العقد وآخر حاجة في ذيل القائمة لو أقل شيء في تعداد الأشياء اللي بتضر ومن شر حاسد إذا حسد فربك شايفها كده اللي بيقولك الحسد مذكور في القرآن قوله مذكور الحماية مش مذكور الرعب عشان كده هقولكوا قاعدة خلوها في ذهنكوا دايما لا يحسد إلا اللي بيخاف الحسد لا يحسد إلا اللي مرعوب وقاعد مركز في الموضوع ده يعني أنا أذكر مرة زمان لما كنا بنحاول فهمنا الطاقة بقى وفهمين إن الحسد موجود ولكن طاقته ضعيفة جدا ولا يمكن تؤثر إلا على شخص أضعف منه فكنت بتعمد أنزل صور أولادي أنزل صور حاجات من عندي واشوف إلا هيحصل لما يحصل ضرر ريب أنا طاقتي أقل أبدأ أركز آه ربنا قال لنا لئن شكرتم لا أزيدنكم يعني ربي وعدني إن لما أشكر هتزيد فهركز على الشكر والامتنان وانا واثق إن ربي هيحفظني ويحميني واشوف إلا هيحصل وطلع صور تاني واتكلم تاني لغاية ما بقيت أنا أقوى بربي من أي حاسد عشان كده في يوم من الأيام كان عندي حلقة في التلفزيون عن السحر والحسد فقلت بكل قوة أتحدى حد يحسدني والحلقة بيشوفها ملايين وقلت لهم وروني من الراجل اللي يقدر يوقف زيادة ربي وعدني بيها أنا شكرت ربي وربي وعدني بالزيادة مين ده اللي هيقدر يوقف أمام زيادة ربي وعدني فيها أنت كمان ممكن تعمل كده شعب تاني ركن من أركان إيمانه الإيمان بالملايكة تركوا الكلام عن الملايكة وفي آلاف الكتب عن الجن والشياطين هل ده ينفع؟ يا متعلمين يا بتاع المدارس أراكم بألف خير في حلقة قادمة إن شاء الله أهلا بك